سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته عزيزينا المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفاصلة من تليفزيون جوتي نستهلها بأبرز العناوين تقديم دراسة حول مكافحة جائحة كورونا في الجوتي وذلك لرئيس الوزراء مزير سيحة يجتمع بالمديرين العامين للمستشفيات وضمن خطة رفع الحجر المنزلي لمكافحة كوفيد-19 إغلاق كامل في لبنان لمدة أربعة أيام بسبب فيروس كورونا تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تليفزيون جوتي أهلا بكم قدمت مجموعة البحث والتفكير من أجل التنمية صباح اليوم الأربعة إلى اللجنة التوجهية لمكافحة وباء كورونا والتي يترأسها رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد قدمت نتائج الدراسة المتعلقة حول مراحل تطور انتشار الجائحة العالمية وصول والوسائل الكفيرة لمكافحة هذا الوباء في جوتي وقد جرت مناسبة تقديم هذه الدراسة بحضور رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد والآمين العام لرئاسة الوزراء سيد نجيب عبدالله كامل وعضاء الحكومة واللجنة العلمية حيث شملت حول ثلاثة محاورة رئيسية وهي تطور انتشار الفيروس التاجي وتأثير الاقتصادي وكذلك تأثير الاجتماعي لتدابير الاحتواء وفي ختم هذه الجلسة قدمت اللجنة عرضا تقديميا أمام رئيس الوزراء سيد عبدالله كامل محمد وكذلك التوصيات هذه المجموعة الأخيرة لتطوير انشدة مكافحة كورونا في البلاد وكذلك صبول الوسائل الكفيرة لمكافحة وتقليص انتشار جائحة العالمية في البلاد هذا وشارك في هذا الاجتماع العديد من الشخصيات البارزة ورفيعة المستوى في الحكومة في اطار انشدتها اليومية عقدت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة اجراءات مكافحة كوفيد 19 اليوم الأربعة اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من الدوائر الوزارية المعنية بمكافحة هذا الوباء ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل وجهة النظر حول تدابير العامة وشبه العامة والخاصة لتعزيز الوضع الاقتصادي ومناخ العمال في هذه الفترة من الوباء العالمي الذي أضر أيضا ببلدنا وترأس هذه الأعمال النائب أحمد روبلي عبد الله ورئيس الجهاز البارلماني لدعم ومراقبة مكافحة كوفيد 19 كما اجلت بحضور وزير السحة سيد محمد ورثمي الديرية ووزير الميزانية سيد عبد الكريم عادن شر ووزير العمل المكالب للسلاحي لداري سيد عثماني بن عبد روبلي عقد معالي وزير السحة سيد محمد ورثمي الديرية الصباح اليوم اجتماعا مهما مع كافة المديرين العامين لمقتلف المستشفيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن خطة الاحتواء المخطط له في السابع عشر من مايو لفيروس كورونا واجل الاجتماع بحضور الامر العام لوزارة السحة دكتور صالح بنويتة ترابة ومدير السحة الإقليمية سيد إدريس فارح قلي وحثى وزير السحة مختلف مسؤولي الهياكل الصحي على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى ضرورة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامات وقسل الأيدي بشكل منتظم أو التظهير الدائم للأسطح في المستشفيات في إطار البيان اليومي الذي يزور من وزارة السحة لحول الوضع الوبائي الراهن بكوفيد 19 أعلن أمين عام وزارة السحة دكتور صالح بنويتة ترابة عن تسجيل 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد بينما تعافت 14 حالة من الفيروس وقال تم تشخيص اليوم الأربعاء 13 من مايو الجاري 331 حالة أسفل نتائج فحصهم عن تسجيل 12 حالة إيجابية كلهم عبر الاختراض بمصابين آخرين بينما تماثل للشفاء اليوم 14 حالة من الفيروس ولفت أمين عام وزارة السحة نظر إلى إجراء 16424 اختبارا يبلغ إجمال عدد المصابين في جوة بكوفيد 19 1268 شخصا بينما تماثل للشفاء 900 منهم بالإضافة إلى ثلاث حالة وفاة كثفت وزارة صحة جهودها الرامية لمكافحة جائحة كورونا في جيبوتي حيث أنجزت الفحص الشامل الذي تم تنفيذه في الأيام القليلة الماضية وبهذا الصدد توافد الجيبوتيون على أماكن الفحص المختلفة حتى في هذه الفترة من شهر رمضان المباركة ما هو الحل أمام مستشفى بوفار حيث تكون اختبارات الفحص وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وتشكل مواقع أخذ العينات الخضوة الأولى في عملية طويلة تتداقل فيها عدة أقسام وتعبيات الكثير من المواد للعلان عن نتيجة الفحص سواء كانت إيجابية أو سلبية بكوفيد 19 ولمزيد من الإضافات حول هذه العملية تمكن فريق من هيئة الإذاعة والتليزون الوطني بحضور قلب المختبر البيولوجي الذي تم التعزيز لإنجاز هذه العملية هذا وأجرى فريق من هيئة الإذاعة والتليزون الوطنية مقابلة مع الدكتور آدم علمي وهو متخصص في علم الأحياة ويعمل في مختبر مستشفى بوفار حيث قام الفريق بجولة تفقدية لمقتلف مرافق المستشفى بوفار وتلقوا تعليمات من الدكتور آدم علمي واستعرض دكتور آدم خلال هذه المقابلة الخضوات التي تمر بها عمليات الفحص الشامل مشيرا أنها تمر عدة قطوات تتمثل أهمها في أخذ عينة من المريض لجمع الخلايا ويتم إرسال العينة إلى المختبر ثم يقوم المختبر أولا بمسج العينة مع مواد كاشفة للفيروس في أنبوبة أو في أنبوب ومن ثم يوضع الأنبوب في جهاز تشخيص لفحص المادة الوراثية للفيروس ويبدو الفحص سهلا وسريعا لكن الأمور لم تتي هنا ولم تبدأ من هذا الإجراء كذلك فهناك خطوات سابقة بدأت بإجراءات طبية قررتها لجهات رسمية أو اتصال من قبل الشخص الذي يشك في أنه مصاب وواصل الدكتور آدم علمي شرحه للخطوات التي تمر بها عمليات الفحص للأشخاص المجتبه بهم حيث قال في هذا المكان نستقبل العينات التي تم أخذها مسبقا ثم إلى غرفة استغراج العينات الأوتوماتيكية ويوجد في هذه الغرفة مختبر يسعر تحليل 12 عينا لكل 25 دقيقة في الساعة الواحدة ويقوم بتحليل 50 عينا ويوجد هنا العينات التي تم سحبها من الأشخاص ويتم حفظها في درجة تصل إلى 30 درجة مئوية وأضاف قائلا العينات التي ثبتت أنها إيجابية نقوم بفحصها بطريقة أخرى مرة ثانية وفي هذا المستشفى يوجد أيضا الغرفة الباردة التي نجمع فيها العينات الأولية وهناك غرفة أخرى مزودة بمعدات وآليات لكشف حالات الإصابة بشكل فوري عقدت وزيرة شؤون الاجتماعية والتضامن سيدة مونة عثمان آدم صباح اليوم يجي اتماع عبر تقنية فيديو كونفرونس عن بعد مع عدة ممثلين لمنظمات الأمم المتعدة في جيوتي ومع شركاء الفلنيين والماليين وذلك في إطار الاستجابة الوطني لمكافأة وباء فيروس كورونا وجل هذا الاجتماع الذي تم عقده عبر فيديو بحضور الكبار المسؤولين في الوزارة فضاء عن الوزيرة مونة عثمان آدم وكان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع تحديد الإجراءات المختلفة التي قامت بها حكومة جيوتي في مجال الشؤون الاجتماعية والتضامن في الأصابع الآخرة وشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن هذه الأزمة لم تقتصر آثاره السلبية في المجال السحي فحسب بل شملت المجال الاجتماعي حيث تأثرت شرائح عدة في المجتمع بشدة والظروف المعيشية للسكان الأكثر يضعفا ونوهت أنه من المهم أن يستمر الدعم وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين تأثروا بشكل كبير بالأزمة السحية والاجتماعية والاقتصادية أزدر وزارة العمل مرسوما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي يتم تطبيقها في أماكن العمل والتعويضات التي ستوفرها للقطاع الخاص حسب ما أفاد أمين عام وزارة العمل سيد عبد الله علي محمد وقال أنشأت وزارة العمل وعية بدورها النبيل في سوق العمل خلية للأزمات وذلك لاستماع الشكاوي وإجراء حوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين لمواجهة هذه الأزمة وأزدرت الوزارة مرسوما خلال فترة تفشي الوباء ينص على الإجراءات الاحترازية والصحية في أماكن العمل وتقديم نصائحة للموظفين للحفاظ على عمل أمثل فترة الإجازة والعمل الغير عبر الفيديو ورواتب العمال وكما ينص هذا المرسوم بعض التعويضات للعمال ويدا للمؤسسات خلال فترة الوباء كوفيد-19 كما سيسمح هذا المرسوم بتعويض الموظفين أي حوالي 70% من رواتبهم و40% من الموظف وبغية عدم السماح للمؤسسات بالاستناع عن الموظفين والحفاظ على قدراتهم العملية ووضعت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الميزانية لجنة فنية تتكون من أكثر من 40 كادر يقومون بعمل التعويض وتعد هذه المبادرة من فقامة رئيس الجمهورية سيسمعيل مرقيل ووزارة العمل وتحث وزارة العمل المعنيين بصعب الطلب وتعبيات مادة مهمة في عالم العمل في جوة والتزام المدى للمؤسسات التي تستفيد من هذا والتزام الودتي للمؤسسات التي تستفيد من هذا الدعم بموجب مرسوم رقم 49 المؤرق التاسع والعشرين من إبريل 2020 المتعلق بشأن منح تعويضات للشركات المتضررة من خفاض أنشدتها بصبع إغلاق العام قامت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بإنشاء ثلاثة مواقع لسحب النماذج وهي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكال الوطني للعمل والتدريب والإدماج المهني ويمكن للشركات تقديم طلباتهم المكتملة قبل الموعد النهائي المحدد باليوم الاثنين الخامس والعشرين من مايو الساعة الثالثة مساء هذا وتم تعبئات العديد من الفرق المخولة لذلك من وزارة الميزانية ومن وزارة العمل للترحيب بالعاملين في القطاع الخاص في مختلف المواقع وتوجيههم وإزائي مشهورة لهم لتزويدهم بكل المعلومات اللازمة ولازم اتخاذها ويحث معالي وزير العمل أصحاب العمل المعنيين على القدوم وجمع النماذج وبناء ملفاتهم قبل موعد الخامس والعشرين من مايو 2020 تعد مادة الطوب الأحمر مادة بناء طبيعية ونوع من أنواع المواد المستقدمة في التشييد والبناء ويكون له شكلا متوازن ومتوازن سطوح المزين وطابع مع زميل فيصل أحمد الأزهرية تستخدم المدن الحديثة مواد بناء يدعى الطوب الأحمر هو مادة بناء تبيعية ونوع من أنواع المواد المستقدمة في التشييد والبناء ويكون له شكل متوازن سطوح حيث إن هذا طوب مصنوع من الصلصال والرمل والماء بالإضافة إلى نسبة قليلة من القش المكسر والناعم وهذا ما يسمى بالتبن ويكون طوب الأحمر ناتج من حرقتين زراعي حيث استخدم قديما في بناء المنازل الكبيرة والمعابد يتمتع طوب الأحمر بمجموعة من المميزات التي تدفع بكثير من الأفراد والشركات إلى اعتماده في البناء ومن هذه المميزات ما يأتي حفظ الحرارة يحفظ طوب الأحمر طاقة المنازل خلال فصل الشتاء ويبقيها باردة خلال فصل السيف إذ إنه يعمل على امتساس الحرارة من أشعة الشمس نهارا ويبثها مع حلول المساء الصلابة والتماسك تمنح أتاني المميزات طوب الأحمر القدرة على مقاومة الأحوال الجوية سيئة ومنها الحرائق والرياح العاتية عدم الإضرار بالبيئة لا يخلف استخدام طوب الأحمر كميات كبيرة من الملوثات البيئية كما أن هذه الكميات القليلة قابلة لتحلل عزل السوتس يعتبر طوب الأحمر من المواد التي تعزل الأسوات الخارجية بشكل جيد سهولة التصنيع تتواجد المواد الأساسية لصناعة وتجهيز طوب الأحمر بوفرة ما يجعل عملية إنتاجه ميسرة كما تسهل تكلفة المالية المنخفضة عملية إسلاحه وبالإضافة إلى ذلك فإن الطوب الأحمر قابل لتدوير وتبدأ مرحلة صناعة الطوب الأحمر بنغل طين الطفلة إلى المكينة المسؤولة عن سب قوالب الطوب الأحمر وإضافة الخامات الأساسية لها مثل الأسمنت وغيرها من المواد ويتم إخراجها بشكل قوالب لبنة يقوم العمال بنغلها من الماكينة وبالرشل الرمال عليها حتى لا تلتسق بعضها ببعض أثناء عملية النقل ثم تبدأ مرحلة تجفيف القوالب التي تأخذ مدة 15 يوما في الشمس والهواء الطلق وتغذيتها بحسير ومشمع حتى لا تتأثر بعوامل الجو ثم تبدأ مرحلة الفرن حتى لا يتغير اللون الطوب من اللون الأسمنتي حتى يخرج اللون الأحمر المعروف به الطوب والذي يأخذ مدة أسبوع في التجفيف لكي يلتسق ويصبح صلبا ويبدأ العمال في مرحلة النقل إلى المحاجر أطين هو عبارة سيليكيات ألومينية المائية ويحتوي على شوائب مثل أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم وأكسيد الماغنيزيوم والقلويات وبعض المواد العضوية ويحتوي الطين الجيد والصالح للاستعمال في صناعة الطوب على المواد الكيميائية التالية بعد إحضار المواد الخام الأولية يتم تفتيت الجزئيات تينية وتحنها ثم يخلط الطين جيدا لجعله متجانسا ويجب إعطاء تين أثناء الخلط اللدونة المطلوبة بإضافة الماء اللازم لذلك أو بإضافة مواد غير لدنة مثل الرمل لتغليل انكماش الطوب أثناء الصناعة تعتبر صناعة الطوب الأحمر من الصناعات النادرة حاليا وتصنيعها أصبح من الأمور السعبة بسبب قلة استخدامها واستبدالها بالطوب الأسمنتي المستخدم في بناء العقارات حاليا والمعروف بأنه أقل كفاءة من الطوب الأحمر إلى منضقة علي صبيحة وفي إطار استراتيجية الاستجابة الإقليمية للهيئة الحكومية للتنمية لدعم جهود مكافعة كوفيد-19 في البلاد قدم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية الدكتور وارغاني كبينيوه كمية من معدات الوقاية ضد هذه الجائحة للسكان القاتلين في المناطق الحدودية بين جيبوتو الثوبية وجيبوتو الصومال وذلك عبر ولي منضقة علي الصبيحة سيد موسى آدم ميغني وجلت وقع هذه المناسبة في مدينة علي الصبيحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وسلطات المحلية كما نظمت أمس مناصبة تسليم معدات الوقاية الشخصية في بعض الدول العضاء الأخرى في الهيئة الحكومية للتنمية حيث منحت الهيئة الحكومية كميات من معدات الوقاية الشخصية لسكان ميال عبر الحدود بين كينيا والثوبية ووزارة الصحة الكينيا في النوربي وتبلغ قيمة هذه المعدات المقصصة لهؤلاء السكان القاتلين في الدول السبع العضاف وهي الحكومية للتنمية 175 ألف دولار أمريكي بشكل عام كما تتكون هذه المعدات الوقاية من مواد كحولية لغاسل الأيدي والكمامات وقفازات بقية تقليص انتشار ويروس كورونا بين السكان والذين يعيشون في منادق اللاجئين وفي منادق مختلفة وفي مقابلة أجراها معه التلفزون الوطنية أشار الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيقات سيد ويركني أشار إلى أن المنظمة تسعى لتقف إلى جانب كل فرد يسكن مع أماكن نائية وقريبة بغية التغلب على هذا الوبع وضف قائلا أنه من قلال دعم سكان الضعفة نضمن الأمن والصحة للجميع وذكر الدكتور ويركني أيضا أن المصح الشامل لكافة السكان كان ضروريا في استراتيجية استجابة الهيئة الحكومية للتنمية للتخلص من هذا الوبع من منضغتي على الصباح إلى هولهول حيث توجه الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية ولفض المرافق له إلى نعية هولهول لتوزيع المعدات الوقائية للاجئين المقيمين في مخيم هولهول في جيبوتي وقد جلت هذه المناسبة في داخل مخيم هولهول للاجئين بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وسلطات المحلية هذا وتم تسليم معدات الوقائية الشخصية لمكافحة كوفيد-19 للاجئين المقيمين في هولهول حيث تبلغ غمية هذه المعدات لهول سكان بـ 175 ألف دولار أمريكي من الصحة الوطنية إلى الصحة الدولية وإلى لبنان حيث قررت الحكومة اللبنانية الثلاثاء على تفرض إغلاق التام في البلاد لمدة أربعة أيام بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق وسجل اللبنان رسميا حتى الآن 870 إصابة بكوفيد-19 بينهم 26 وفا وعادت وطيرة الإصابات اليومية لترتفع في الأيام القليلة الماضية مع بديل حكومة التخفيف من تدابير الإقلاق مشددة وتجيل إصابات جديدة خصوصا لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج إلى هنا عزائينا المشاهدين تنتهي نشراتنا الإخبارية نشكركم على حسن الإسقائي والمتابعة ونرجو لكم صياما مقبولا وإيطارا شيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة